مرحبا بكم في الفيديو الثاني من دورتنا المجانية حول كيفية بيع المنتجات الرقمية في إدسي في هذا الفيديو سنتعلم كيفية تصميم صور عرض مذهلة للمنتجات الرقمية لزيادة المبيعات إذا كنت ترغب في رفع مبيعاتك وتقديم منتجاتك بشكل احترافي وجذاب شاهد هذا الفيديو الآخر مقدمة عن أهمية صور العرض قبل أن نبدأ التصميم لنتحدث قليلا عن أهمية صور العرض صور العرض هي أول ما يراه العميل المحتمل عند تصفحه للمنتجات ولتحفيزه على النقر وشراء المنتج من المهم أن تكون الصور واضحة جذابة وتعكس جودة المنتج وهذه أهم النقاط التي يجب مراعاتها أثناء تصميم صور عرض المنتج أولا استخدم صور عالية الجودة أثناء التصميم ركز على أن تكون الصور والعناصر المستخدمة في الصور تظهر بشكل واضح وتأكد من أن العناوين أيضا بخط واضح وكبير وسهل القراءة ثانيا استخدم الألوان الجذابة والمتناسقة حاول استخدام لون خلفية متباين مع لون المنتج وتجنب استخدام الخلفيات التي تحتوي على الكثير من الألوان أو الأنماط التي قد تشتت الزائر ولا تظهر المنتج بشكل واضح احرص أيضا على أن تكون ألوان الخطوط متناسقة وجذابة ثالثا التركيز على مميزات المنتج تأكد من إبراز كل مميزات المنتج في صور العرض مثل عدد الصفحات، أنواع الصفحات، فوائد استعمال المنتج، إمكانية التخصيص، الهدية المجانية مع المنتج أظهرها بشكل واضح إن وجدت أي شيء في منتجك يشجع الزائر على الشراء ويحفزه، أضيفه بطريقة منسقة ومنظمة ومختصرة كما سنرى في قسم التصميم لاحقا رابعا استخدام شعار العلامة التجارية تأكد من أن صور العرض تحتوي على شعار علامتك التجارية هذا يساعد الزائر على تذكر اسم متجرك ويحمي منتجاتك من النسخ غير المصرح به كما يبني الثقة بينك وبين عملائك خامسا وأخيرا إبراز العروض والخصومات إذا كان لديك أي عروض أو خصومات تأكد من إبرازها في صور العرض مثلا استخدم عبارات مثل استخدم كود الخصم للحصول على تخفيض 30% و20% أو اشتري منتجان وحصل على تخفيض 50% العروض الخاصة يمكن أن تجذب العملاء وتشجعهم على الشراء بل وشيرى أكثر من منتج إذا استخدمت عرض تخفيض مثلا أضيف منتجان أو ثلاث منتجات إلى السلة وحصل على تخفيض 50% أو 25% ثانيا تجهيز وصف المنتج الرقمي قبل أن أصمم صور عرض لأي منتج أحب دائما تجهيز الوصف أولا لأنني عندما أجهز الوصف فيه كل تفاصيل المنتج كيفية الاستخدام الفوائد يكون من السهل تصميم صور العرض بنسخ المحتوى واختيار الصور المناسبة فقط لذلك سنقوم بتجهيز الوصف أولا ثم ننتقل لتصميم صور عرض المخطط الرقمي الذي جهزناه في الفيديو السابق للبيع على إيتسي إذا لم تشاهد الفيديو أنصحك بمشاهدته لأنه يحتوي على معلومات مهمة جدا حول كيفية تجهيز الملف النهائي للمنتج الرقمي للبيع في الأسواق أونلاين سأترك في صندوق الوصف رابط قائمة تشغيل الدورة بالكامل لكي تتمكن من متابعة جميع الدروس والاستفادة من كافة المعلومات المقدمة لتجهيز الوصف أكتب تفاصيل المنتج كلها بطريقة عشوائية على شكل نقاط أساسية ثم أطلب من شاتشيب تي استخدام هذه التفاصيل في كتابة وصف جيد هذه طريقتي وأسلوبي الخاص في تجهيز وصف المنتج وتصميم صور العرض وليست الطريقة الأفضل يمكنك تنفيذ هذه الخطوات بأسلوب مختلف ترتاح له أكثر إذن ماذا لدينا في هذا المنتج بالضبط لنكتب الكلمات المفتاحية المناسبة ولا ننسى أي كلمة قد تكون مهمة لدينا Boohoo Digital Planner for Entrepreneurs compatible with أو متوافق مع GoodNotes Notability كسودو and جميع الـ PDF Annotation Apps يعني التطبيقات التي تدعم ملفات الـ PDF لدينا أيضا Monday and Sunday Start ولدينا عشرين أغليفة وفواصل ولدينا أيضا Digital Planner Sticker Shit في مختلف الألوان سأوضح له أيضا الصفحات التي يحتويها أو الأقسام التي يحتويها المخطط الرقمي لدينا صفحة الكافر أو صفحات سنوية التي تتكون من ثم لدينا صفحات الشهرية المكونة من هذه الأقسام كتبت له كل صفحات المخطط لماذا أقوم بهذه الأمور التفصيلية؟ لأنه شات جي بي تي سيعطيك وصف دقيق واحترافي فقط عندما توضح له جميع المعلومات التي يتكون منها هذا المونتج إذا لم تعطيه أي تفصيلة أو أي جزء مهم سيعطيك وصف ناقص وربما سيوضيف لك من عنده بعض الأشياء الغير موجودة في منتجي سنضيف أيضا Different Note Section أيضا سأضيفها بالتفصيل لدينا ولدينا أيضا صفحة هذه أيضا معلومة مفيدة لأنه قد يحتاج لمشتري إلى أكثر من صفحة للتخطيط ومن الجيد معرفة أن الصفحات يمكن نسخها وتكرارها حسب الحاجة الآن ننتقل إلى ChatGPT ونكتب هذا الطلب أو البرومت بالطبع يمكنك كتابته بالعربية أيضا وطلب الإجابة بالإنجليزية أحيانا أريد كتابة نص يحتوي على تفاصيل كثيرة بالإنجليزية ولا أتذكر بعض المصطلحات المهمة وبالتالي أحتاج إلى الباحث عنها لذلك أكتب بسرعة بالعربية وأطلب منه الإجابة بالإنجليزية للحصل على إجابة احترافية خاصة لأنني وضحت له التفاصيل بدقة هذا هو أهم عنصر لتحقيق أعلى استفادة من المحادثة كما وضحنا سابقا سأقول له أكتب وصف غني بالكلمات المفتاحية ومتوافق مع تحسين محركات البحث متوافق مع السيو ومقنع للمشتري ويشجعه على الشراء قدم التفاصيل على شكل نقاط واضحة ومحفزة لبايع هذا المخطط رقمي على إيتسي وضحت له أنني أريد البيع في إيتسي لكي يعطيني وصف مناسب مع منصة إيتسي ثم نلسق تفاصيل المخطط الرقمي كما تلاحظون أعطانا وصف احترافي ورائع جدا ولكن عادة أنا لا أعتمد على كل تفاصيل تشات جيبيتي دائما أقوم بتعديل النص وإضافة كلمات مفتاحية تكون أقوى أو مرادفة يعني كلمة غير موجودة في العنوان لكي أنبع في الكلمات المفتاحية بين الوصف والعنوان أيضا أقرأ الوصف جيدا لأتأكد من أن كل شيء مناسب وفعلا موجود في منتجه لأن تشات جيبيتي أحيانا يكتب وصف احترافي صحيح خالي من الأخطاء الإملائية ولكن سيدرج لك بعض المعلومات المبالغ فيها يعني معلومات عن المنتج غير موجودة أصلا في المنتج فضروري التأكد من معلومات تشات جيبيتي قبل استعمالها مصرح هنا أصلا أن تشات جيبيتي يمكن أن يرتكب أخطاء يجب دائما التأكد خطوات تصميم صور العرض أول خطوة قبل البدء في تصميم صور عرض المنتج هي تحميل المنتج على شكل صور PNG عالية الجودة بعد ذلك نفتح تصميم جديد في Canva ونختار Create Design ثم نكتب المقاس 3000×2150 بيكسل وهو المقاس المناسب لصور العرض في إتسي إذا أردت بيع المنتج على منصة أخرى تعرف على المقاسات المناسبة لتلك المنصة ثم ضغط على Resize إذا كنت تستخدم Canva Pro أما إذا كنت تستخدم حساب Canva المجاني فإفتح تصميم جديد بنفس المقاس المنصة ثم أنسخ محتوى الصور وأعد تعديلها بشكل بسيط لتتناسب مع المقاس الجديد لنضيف أولا خلفية مناسبة نبحث في قسم Elements عن Wall Background هذه تبدو جيدة ومجانية أيضا نضيفها إلى مساحة التصميم ثم نكبرها حتى تتناسب مع مقاس الصفحة يمكن تغيير ألوان الصورة بالضغط على Edit Image واختيار فلتر يتناسب مع ألوان العلامة التجارية لضمان تناغم وتنظيم مظهر المتجر بالكامل أعتقد أن هذا الفلتر مناسب الآن قبل إضافة أي عناصر تصميمية إلى الصورة نقوم بتحديد الخلفية ثم نضغط على علامة القفل لتثبيت الصورة بحيث لا تتحرك أثناء التصميم ممتاز الآن نضيف النص ونكتب العنوان الأساسي الكلمة المفتاحية الرئيسية And that digital planner for entrepreneurs نغير الخط إلى خط جميل بحيث يكون واضح وسهل القراءة لنختار خط century gothic هو خط مجاني ولطيف ومناسب لصور عرض المنتجات والمنشورات الإعلانية أيضا نغير إعدادات الخط قليلا نجعل العنوان بأكمله بأحرف كبيرة نلغي خاصية البولت ونقلل المسافة بين الأحرف قليلا ممتاز في قسم الأليمنت نبحث عن iPad Mocap مجسم iPad بما أننا نروج لمخطة رقمي يستخدم غالبا على أجهزة الأيباد سنعرض المنتج على مجسم iPad لاحظوا أنه يمكن تصميم كل شيء بطريقة احترافية ورائعة فقط باستخدام Canva النسخة المجانية من خلال البحث الجيد عن العناصر المجانية التي تفي بالغرض وتستخدم بمهارة في التصميم الآن نرفع صور المنتج نضغط على Upload ثم Upload File ونرفع صورة لأحد الأقسام الشهرية مثلا ستكون مناسبة لعرضها في أول صورة بعدها بضغطة زر واحدة نسحب الصورة لتدخل إلى المجسم الموقع نقوم بنسخ مجسم الآيباد إلى ثلاث نسخ ونرتبها بشكل جميل لنجعل الصورة في الوسط أكبر قليلا لتعطينا منظر جميل وجذاب الآن لنغير صور المجسمات بحيث نختار أكثر الأقسام المطلوبة من المخطط لتظهر في صورة العرض الأولى بشكل جذاب وواضح مما يحفز الزائر على النقر على صور العرض لنختار التخطيط الشهري Monthly Calendar و Year at Glance نسحبهم إلى المجسمات الموكبس ممتاز نضيف شكل مربع ثم نعدله ليتناسب مع المساحة الفارغة في التصميم ثم نغير لونه إلى لون متناسق مع ألوان التصميم الخلفية لننسخ الشكل ونضيفه في الجهة المقابلة بالطبع لكل شخص طريقته وذوقه في تصميم صور العرض فقد تأكد من أن الألوان هادئة وغير منفرة يعني تجذب البصر ولا تنفر البصر وأن تكون الخلفية بلون موحد لأن الألوان الكثيرة في الخلفية تشتت النظر ولا تظهر المنتج بشكل جيد بالإضافة إلى ذلك اختار خط واضح وسهل القراءة وأظهر أهم التفاصيل التي يبحث عنها المشتري في أول صورة وطبق النصائح التي تحدثنا عنها في بداية الفيديو سأضيف أهم التفاصيل التي تشجع المشتري على النقر على صورة العرض أكثر من 1600 ملسق كبونس وأكثر من 20 غلاف وفاصل أو ديفايدرز وهكذا أصبحت الصورة الأولى جاهزة ولكن يجب إضافة شعار المتجر لإضفاء طابع احترافي أكثر وحماية صورك من أن يتم سرقتها وإعادة بيع المنتج بدون أي جهد ننتقل الآن إلى الصورة الثانية نضغط بالزر الأيمن للفأرة على الصورة الأولى ثم نحدد duplicate page نمسح المحتوى ثم نغير العنوان إلى index page لكي نوضح تفاصيل صفحة الفهرس لاحظوا أنه بعد تجهيز الوصف أصبح من السهل اختيار نقاط الأساسية والمهمة في المنتج وإضافتها إلى صور العرض نقوم بنسخ مجسم الآيباد ثم نرفع صفحة الفهرس ونسحبها إلى المجسم بعد ذلك ننسخ المجسم مرتان ونصغر النسختان قليلاً لتوضيح الروابط التفاعلية على سبيل المثال نضيف على اليمين صفحة لأحد الأقسام الشهرية التي تحتوي بدورها على روابط التفاعلية للصفحات الشهرية وعلى اليسار نضيف صفحة الهابت التراكر ثم نضيف خط ونغير إعداداته مثل السمك واللون ليكون متناسق مع التصميم نحدد خيار البود لكي نستطيع إيمالة الخط وضبطه بشكل المطلوب نجعل جزء من الخط موجه نحو التبويب الذي يحتوي على الرابط المؤدي إلى الصفحة على اليمين بما أنه اخترنا شهر أبريل أبير يعني إبريل مع الصفحة بهذه الطريقة لنبين أن هذا الرابط يقود إلى هذه الصفحة من نفس الطريقة نضيف خط آخر ونربط بين تبويب لهابت تراكر وصفحة لهابت تراكر لكي نوضح أن هذا التبويب فيه رابط يقود إلى هذه الصفحة والمشتري سيفهم بشكل تلقائي أن كل الروابط تؤدي إلى صفحات مختلفة في المخطط نضيف نفس الشكل في التصميم السابق لكي يكون لدينا تناسق في الصور ثم ننسخ الجملة التالية من الوصف لنبين أنه يسهل التنقل بين أقسام المخطط بسبب وجود روابط تفاعلية لننسى إضافة الشعار في كل الصور ثم نضيف تيك تيك بسيط ولكنه جذاب جدا وهو توضيح الألوان الرئيسية الموجودة في المخطط الرقمي نضيف إطار فريم على شكل دائرة يفضل اختيار إطار يحتوي على حد أو بوردر لكي يكون واضح ومميز نضيف خمس إطارات فريمز لأن لدينا خمس ألوان رئيسية لحظت أنني أضفت ستة إطارات بالخطأ بعدها قمت بإزالة الشكل الإضافي بعد إضافة الإطارات وترتيبها لتتناسب مع المساحة الفارغة في الأسفل نعود إلى المخطط لنسخ الألوان وإضافتها إلى الإطارات بهذه الطريقة طبعا هذه الطريقة هي طريقة غير مباشرة لأننا نستعمل كانفا المجاني إذا كنت تستعمل كانفا برو يكفي إضافة قائمة الألوان في قائمة الألوان موجودة عندك وتخصصها بألوان المخطط الرقمي وبالتالي سيكون من السهل إضافة الألوان المناسبة إلى التصميم فهذه الحيلة تضفي جمالية على الصورة وتجذب الزائر لشراء المنتج وتشجعه أكثر نكتب هنا 5 color variations وهكذا الصورة الثانية أصبحت جاهزة نضغط على الصورة بالذر الأيمن للفقرة ثم نحدد duplicate page ونزيل المحتوى ونغير العنوان إلى yearly pages لنوضح في هذه الصورة صفحات التخطيط السنوي نقوم بنسخ مجسم الأيباد وننشئ منه 6 نسخ لأن لدينا 6 صفحات للتخطيط السنوي في المخطط مبدئيا نرتب المجسمات بطريقة عشوائية ثم نضغط على upload لرفع صفحات التخطيط السنوي لدينا ونسحب كل صفحة إلى كل مجسم نحدد ثلاث مجسمات ونسحبها إلى الأسفل لنترك مساحة لكتابة التفاصيل في المساحة الفارغة نضيف شكل بنفس اللون الذي استخدمناه سابقا ثم ننسخ أسماء الصفحات ونكتبها هنا بالطبع نغير إعدادات الخط قليلا يكون النص مناسب للمساحة المخصصة له ونعدل إعدادات التباعد أيضا للspicing بزيادة طفيفة لإعطاء مظهر متناسق وجثاب في المساحة الفارغة المتبقية نضيف فيها شعار المتجر ممتاز نقوم بنسخ الصفحة مرة أخرى ثم نغير العنوان إلى monthly pages وننسخ المجسم إلى عدة نسخ يعني مجسم الأيباد الموكب إلى عدة نسخ حسب عدد الصفحات الشهرية الرئيسية لدينا ثم نسحب الصفحات إلى المجسمات ونعدل التنسيق قليلا ليعطينا مظهر أكثر جمالية في الأسفل نوضح أن كل شهر يحتوي على الصفحات التالية نضع مجسم أيباد للصفحة الرئيسية التي تحتوي على الروابط ثم نتبعها على التوالي بالصفحات الشهرية المرتبطة بالصفحة الرئيسية وهكذا الصورة توحي إلى أنه لدينا 12 شهر كل شهر فيه ألوان مختلفة ومميزة وكل شهر يحتوي على مجموعة من الصفحات الأساسية نكتب كعنوان فرعي يعني كل شهر يحتوي على الصفحات التالية ونضيف نفس الشكل السابق ثم ننسخ أسماء الصفحات الشهرية ونرتب النص بشكل جذاب مع المساحة الفارغة في وسط الصفحة ممتاز جداً الآن نسحب فقط الصفحات المناسبة للمجسمات نقوم بنسخ الصفحة والآن نوضح تفاصيل الصفحات الإضافية أو الـ Custom Toolkit بالطبع في كورس المخططات الرقمية وضحت بالتفصيل كيف اخترنا هذه الأقسام وكيف وزعناها بحيث شكلنا مخطط رقم متكامل لفئة رواد الأعمال هذه التقنيات تساعدك على تصميم أي نوع من المخططات الرقمية مهما كانت الفئة المستهدفة وتعرف أيضاً كيف تضيف الأقسام والصفحات المناسبة لكل نوع من المخططات حسب الفئة الموجهة لها هذا المخطط لمعرفة تفاصيل أكثر حول كورس احتلاف تصميم وبيع المخططات الرقمية شاهد الفيديو التوضيحي في صندوق الوصف سيظهر في البطاقة فوق أيضاً بعد كتابة العنوان نقوم بنسخ المجسمات وتوزيعها بشكل عشوائي في الصفحة لنحصل على صفحة بتنسيق مختلف للمجسمات هذا يعني أننا لن نعتمد على طريقة عرض واحدة في كل الصور سنحافظ على تفاصيل الخط والخلفية نوع الخط والألوان ولكن تنويع طريقة التنسيق يجعل الصور أكثر احتلافية وتمييز بعد ترتيب الصور والتأكد من أنها تبدو مريحة للعين ومنظمة بشكل جيد نضيف أسماء الصفحات أسفل العنوان في الأماكن الفارغة في الأسفل نضيف شعار المتجر وهكذا صممنا خمس صور إذا كنت ستبيع المخطط على إيتسي يفضل إنشاء عشر صور للمنتج وفقاً لما يقوله إيتسي فإن إنشاء عشر صور يعزز من فرص جذب انتباه العملاء وزيادة المبيعات بشكل ملحوظ بما أن هناك تفاصيل أخرى مهمة في المخطط يجب ذكرها في الصور المصغرة فمن الأفضل تضمينها لتسهيل فهم الزائر لتفاصيل المنتج وتشجيعه على الشراء من خلال النظرة السريعة على الصور المصغرة دون الحاجة إلى قراءة الوصف إذا لم نضيف تفاصيل المنتج المهمة في الصور واكتفينا بالوصف فقط فقد يشعر الزائر بالملل ويمتنع عن قراءة الوصف ولكن عند وجود التفاصيل المرتبة مع الصور بطريقة جتابة وبأسلوب بسيط ومختصر سيزيد ذلك من احتمال تشجيع الزائر على الشراء أعتقد أن الطريقة أصبحت واضحة الآن كما فعلنا مع الصور السابقة أضفنا العنوان Diverse Note Section لتوضيح أنواع صفحات كتابة الملحظات الموجودة في هذا المخطط ثم أضفنا مجسمات iPad MoCups ورتبنا فيها الصفحات على اليسار أضفنا الشكل باللون البنفسجي الذي استخدمناه في كل الصور ثم كتبنا أسماء أنواع الصفحات ولكن لاحظت أنه لدي الكثير من التفاصيل ولم يتبقى لي سوى خمس صور وبالتالي أريد أن ألخص بعض التفاصيل المهمة في صفحة واحدة وفي نفس الوقت تكون تفاصيل منظمة ومرتبة بشكل جيد طبعا هذه هي الطريقة التي أعتمد وأنا شخصيا لإنشاء صور عرض المنتج في جميع منتجات رقمية أكتب الوصف أولا ثم أحدد ألوان ونوع خلفية معينة وخط مناسب وأبدأ في ترتيب أهم التفاصيل في الوصف التي أرى أنها ستشجع المشتري على الشراء فمن خلال صور عرض المنتج يمكنك استلهام الأفكار وتصميم الصور بطريقة مختلفة على سبيل المثال هنا وجدت أنه يمكن تصميم هذه الصورة بطريقة مختلفة بحيث أضيف تحت كل صورة الإسم الخاص بها في المساحة الفارغة على اليسار أضيف آخر صفحة وهي صفحة الملسقات ثم أكتب في الأسفل أن هذه الصفحة مخصصة لترتيب الملسقات وأوضح نقطة مهمة جدا يستفسر عنها المعظم من يشترون المخططات الرقمية وهي أن جميع الصفحات في المخطط قابلة للتكرار هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين نسخة صفحات حسب حاجاتهم مما يجعل المخطط أكثر مرونة وتكيف مع احتياجاتهم ثم نضيف صفحة أخرى نبين فيها أنواع الأغلفة والفواصل الموجودة في المخطط الرقمية نقوم بنصف عشرين موكبس من الأيباد ونرتبها بشكل منظم بعد ذلك نضغط على أبلود ثم أبلود فايل ونرفع التصامي بعد رفعها نسحب كل الصورة إلى مجسم الأيباد بضغطة زر واحدة لضمان توزيعها بدقاء ووضوح مما يسهل على المشتري رؤية التفاصيل المتنوعة للأغلفة والفواصل المتاحة في المخطط الرقمي بعد ذلك نضيف صفحة لتوضيح المنتج المجاني أو المكافأة البونس التي تأتي مع المخطط وهي مجموعة ملسقات مناسبة للمخطط غير المؤرخ هذه المجموعة تحتوي على عدة أنواع من الملسقات منها ملسقات التوضيحية أو الليبلز وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام وملحظة لاسقة ستيكي نوتس وأيام الأسبوع أسماء الأشهر جميعها بألوان مختلفة تتماشى مع الألوان الرئيسية للمخطط الرقمي مجموعة ملسقات تحتوي على 1668 ملسق بالمجموع وتعتبر مكافأة إضافية بونس وبما أن الملسقات تأتي على شكل ورقة PNG بدون خلفية فيجب أن نبين في الصور كيف تأتي هذه الملسقات ليفهم المشتري جيدا كيف يتستخدامها قمت بإضافة صفحات الملسقات بشكل عادي كأوراق PNG بدون خلفية وفي المساحة المتبقية حاولت أن أضيف نوع واحد من الملسقات بمختلف الألوان لعرضها بشكل واضح قمت بنسخ عمود واحد من كل الصفحة ورتبتهم بشكل متساوي ثم أضفت أيضا نفس الإطارات الدائرية لتوضيح ألوان الملسقات حرست على أن تكون ملسقات مكونة من ثماني ألوان مختلفة منها لونان غامقان بما يتماشى مع ألوان الصفحات الرئيسية وألوان الأغلفة لضمان تناسق بين المخطط والملسقات أثناء استعمالها في المخطط حسنا تبقت صورتان فقط ويجب أن أوضح فيهما باقي تفاصيل المخطط الأساسية مع تقديم عرض تخفيض جيد كما رأينا سابقا إبراز العروض والخصومات يساعد على زيادة عمليات الشرع لذا نضيف صفحة جديدة لنبين فيها أن المخطط يأتي بإصدارين إصدار تقويم يبدأ بيوم الأحد وإصدار تقويم يبدأ بيوم الأثنين لأن هناك تفضيلات مختلفة بين العملاء بعضهم يفضل بداية تخطيط الأسبوع بيوم الأحد والبعض الآخر يفضل بداية تخطيط الأسبوع بيوم الأثنين نضيف على الجهة الأخرى أن المخطط متوافق مع التطبيقات التالية جود نوتس نوتابليتي نوتشيل فكسودو وجميع تطبيقات التي تدعم ملفات البيت ايف يفضل إضافة أيقونات أو شعارات هذه التطبيقات لزيادة الجاذبية هناك تطبيق رائع يستخدم مجانا في كانفا يسمى البراند فيتش نضغط على أبس في كانفا ونبحث عن براند فيتش حيث يمكنك كتابة اسم أي علامة جارية وسيعطيك الشعار الخاص بها بألوان وأشكال مختلفة هذا التطبيق يسهل كثير من العمل في البحث عن شعارات على جوجل ثم رفعيها إلى كانفا وتعديلها إلا أن بعض البراندات غير موجودة فيه فأضطر للبحث عنها في جوجل هناك ميزة جديدة في كانفا رائعة جدا وهي إمكانية إضافة إطار لأي صورة وتحويل حواف إلى حواف دائرية يمكنك القيام بذلك من خلال الضغط على الصورة وتحديد أيقونة البوردرز من الرائع أيضا أنه يمكنك تحديد جميع الصور التي تريد أن تضع لها بوردرز دفعة واحدة ثم تضغط على أيقونة البوردرز ونغير الإعدادات من هنا لاحظوا كيف يمنح هذا الشكل مظهر أكثر روعة واحترافية نضيف صفحة أخيرة الآن لنكتب فيها عرض خاص اشتري ثلاث عناصر من متجري وحصل على التخفيض 25% ثم نضيف زر أو شكل مناسب ونكتب عليه كود التخفيض هذا العرض سيشجع الناس على شراء ثلاث منتجات بدل منتج واحد ومع ذلك لكي يكون العرض فعال يجب أن يكون المشتري في حاجة إلى هذه المنتجات لذلك يجب إنشاء منتجات متنوعة أو تحديثات لنفس المنتج على سبيل المثال يمكنك تصميم مخطط رقمي بأسلوب البوهو ومخطط أو نفس المخطط بوضعيات دارك مود يعتبر منتج ثاني مختلف لكنه نفس المخطط ومنتج بأسلوب الحلقات اللولبية أو السبيرل من يهتم بالتخطيط باستخدام المخططات الرقمية سيرغب في شراء كل الأنواع وتجربتها ولا تنسى أن تبين أن المنتجات في متجرك هي منتجات رقمية وليست هناك أي منتجات قابلة للشحن هذه جملة مهمة جدا يجب ذكرها في إحدى صور العرض على الأقل وفي الوصف أيضا لكي نوضح للمشتري أنه لا يوجد لدينا منتجات ملموسة قابلة للشحن وإنما ما ستشتريه هو عبارة عن تنزيل فوري Instant Download أو Digital Download لأن بعض الناس لا يقرؤون جميع التفاصيل جيدا ويشترون المنتج ثم يسألون عن مواعيد الشحن ومعتقدين أنه منتج سيتم تباعته وشحنه بالنسبة لمخططة الرقمية الأمر واضح جدا أنه منتج رقمي ولكن بالنسبة للمطبوعات أو المنتجات التعليمية أو أي منتج رقمي آخر يجب دائما ذكر هذه التفاصيل لتجنب الخلط وسوء الفهم وهكذا أصدقائي قمنا بتصميم عشر صور لعرض المخطط الرقمي بأفضل وأسرع طريقة ممكنة باستخدام Canva النسخة المجانية فقط ملاخذة مهمة قبل أن أختم الفيديو عند تحميل هذه الصور يجب تحميلها بتنسيق الجيبك وليس PNG لماذا؟ مع أن PNG يقدم جودة أعلى ولكن أثناء الرفع خاصة على AT قد تواجه مشكلة بسبب حجم الصورة الكبير لذا أنا أرفع الصور بتنسيق الجيبك لتقبلها المنصة بالسرعة وسهولة هذه قائمة تشغيل فيها جميع فيديوهات هذه الدورة أنصحكم بمتابعتها من الفيديو الأول إلى الفيديو الأخير لكي تفهموا جيداً كيفية بيع المنتجات الرقمية وكيفية الترويج لمنتجاتنا ومتاجرنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء الفيديوهات القصيرة وأيضاً إنشاء القائمة البريدية وجمع العملاء وإرسال الإيميلات